السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع بعد أن انتهينا بالأمس من شرح ومراجعة كيفية كتاب التنوين الفتح والفرق بين أتى المربوطة والمبسوطة والها والتعرف على أشكال كل منها والفرق في المعنى بين كلمتين إنشاء وإن شاء الله سنبدأ الآن بحلقة مارين الموجودة في الكتاب صفحة رقم 17 السؤال الأول املأ الفراغ بما يناسبه مما بين القوسين فيما يأتي سنقوم بملء الفراغ بالاختيار بين الها والتعرف المربوطة والتعرف المبسوطة سنقرأ الفقرة الآتية عفر وائل على قلادة كما تلاحظون قلادة تنتهي بالتعرف المربوطة في الحديقة أيضا بتاء المربوطة المجاورة للبيت المجاورة تنتهي بتاء المربوطة وللبيت كريمة البيت تنتهي بالتاء المبسوطة فقالت له أمه فقالت هنا نكتب التاء المبسوطة وله وأمه نكتب الها إنها لجارتنا اذهب إليها وقل لها لقد وجدت هذه هنا التاء المبسوطة وهذه الها وهي لكي ذهب وائل فردت جارتهم هنا التاء المبسوطة أشكرك يا وائل فإني كنت أبحث عنها وهنا التاء المبسوطة سأنتقل الآن إلى السؤال الثاني أعد كتابة الكلمات التي تحتها خط في الجمل الآتية منونة بتنوين الفتح سأقرأ أولا الجملة ثم نقوم بكتابة تنوين الفتح على الكلمة التي تحتها خط ألف حفر الفلاح البئرة لتتجمع مياه الأمطار فيها نكتب البئر بئرا هكذا كما تلاحظون نحذف اللي التعريف لأن اللي التعريف والتنوين لا يجتمعان ونكتب كلمة بئر بئر كما تلاحظون تنتهي بحرف الراء وحرف الراء من الحروف التي تحتاج إلى ألف تنوين النصب ونضع التنوين على حرف الراء با دونت معلمة التربية الرياضية الأسماء المشاركة الأسماء المشاركة في سباق الضحية هنا بعيد أعزائي الطلاب دونت معلمة التربية الرياضية الأسماء المشاركة في سباق الضحية تلاحظون بأن كلمة الأسماء والمشاركة تبدأ بالتعريف كما قلنا عند إضافة تنوين الفتح نقوم بحفظ التعريف كلمة أسماء تنتهي بالهمزة المسبوقة بألف ثاكنة أيضا كلمة مشاركة تنتهي بالتاء المربوطة والهمزة والتاء المربوطة كليهما نضع عليهما تنوين الفتح مباشرة دون إضافة ألف تنوين النصب جيم اشترى ضياء الفطيرة والعصير من المقصف المدرسي اشترى ضياء الفطيرة والعصيرة من المقصف المدرسي كما قلت الفطيرة والعصير تبدأ بالتعريف نقوم بحفظ التعريف فطيرة تنتهي بالتاء المربوطة نضع عليها تنوين الفتح مباشرة أما كلمة عصير نحذف التعريف ونكتب كلمة عصير وحرف الرام من الحروف التي تأخذ ألف تنوين النصب ونضع تنوين الفتح على حرف الرام دون رسمت الفنانة البستانة المليئة بالأشجار كما تلحظون كلمتي البستان والمليء تبدأ بالتعريف نقوم بحث فيهما أول وحرف النون وهنا حرف النون والحرف الآخر يحتاجان إلى ألف تنوين النصب نقوم بإضافتهما ووضع تنوين الفتح على الحرف ما قبل الآخر إذن بستانا ومليئا بالأشجار تصبح رسمت الفنانة بستانا مليئا بالأشجار ها قصف العب عن أخيك العب تكتب هكذا عند إضافة تنوين الفتح كما تلاحظون ننتقل الآن إلى السؤال الثالث استخدم كلا مما يأتي في جملة مفيدة من تعبيرك واكتبها في دفترك إنشاء وإنشاء الله أولا كلمة إنشاء انتهى المهندس من إنشاء البناء أما كلمة إنشاء الله سأذهب للحج هذا العام إنشاء الله هكذا أعزائي الطلاب أكون قد امتهيت من حال الكتابة مراجع التنوين الفتح والكال مربوطة والمبسوطة والها وإنشاء وإنشاء الله معرفة الفرق بينهما من خلال المعنى والكتابة المطلوب منكم القيام بحل هذه التدريبات وإرسالها لي أشكركم طلاب الأعزاء على حسن الاستماع ألقاكم في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته